بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تهديد وإنذار لمن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبعه يقول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل إلى آخر الآيات هنا يهدد الله تبارك وتعالى من خرج عن أمره وحكمه ماذا ينتظر لا بد أنه سيأتيه أحد هذه الأمور الثلاثة ولكن إذا جاءت هذه الأمور الثلاثة أو أحدها فلا ينفعه إيمانه فليعجل بالإيمان واتباع الله ورسوله حتى يتحرر من العبودية لغير الله ويكون من الفائزين هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة هذا الأمر الأول أي ملائكة ملائكة الموت بعض الناس يقول لك يلا بعدين 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 ومؤمن في الدنيا أنه جالس طيب إيمان صار عمرك عشرين صار عمرك خمسين صار عمرك ستين حتى لو كان عمرك عشرين كم من الناس من مات في الخامسة عشر أو الثلاثون أو كذا إذن لا ينبغي للإنسان إذا كان يعقل أن يسوف وأن لا يخشى الله ولا ينبغي له أن يتبع غير أمر الله بل عليه أن يتحرر من العبودية لغير الله قبل أن يأتيه ملك الموت وملك الموت لا شك في ذلك وكلنا يعلم الأمر الثاني أو يأتي ربك يأتي ربك للفصل بين الناس وأعطائهم جزاءهم ويجازيهم بالخير خيرا وبالشر شرا هل ينتظر يوم القيامة حتى يحاسبه الله ويدخله النار فيقول ربي رجعوني لعل أعمل صالحا لا ما في الرجع كلا إنها كلمة وقائلها إذن لا يفيدك الانتظار إلى هذا الأمر الثالث أو يأتي بعض آيات ربك الساعة أيها الإخوة يعني قيام الساعة لها أشراط قريبة ولها أشراط بعيدة الأشراط البعيدة بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة يعني من علامات الساعة قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر من أشراط الساعة أن تداع عليكم الأمم كما تداع الأكلة إلى قصعتها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقد حصل هذا يعني الأمم في الأرض كلها وظهر هذا تماما مفسر في عصرنا الحالي بالنسبة لسوريا قد يظن ظان أن روسيا هي ضدنا وإيران هي فقط ضدنا لا كل العالم ضدنا إذا كانت الدولة السورية أو النظام السوري يزعم أن العالم سوى مؤامرة دولية خارجية عليه لا هذا كذب هو يعلم أن العالم كله يتآمر على الشعب السوري لقتله وتدمير بنيته التحتية لمصلحة إسرائيل فكلهم يعملون في قتل الشعب السوري نيابة عن اليهود هذا ينبغي أن يفهمه كل إنسان وقد سمعته ما تظن أن هذا أمر فهمه صعب وقد سمعته والله من بعض النساء الشابات والمسنات ومن بعض الشباب العاديين الذين ليس لهم علم بالسياسة ولا بالحروب ولا بكذا يعلمون ويقولون إن هذا العمل هو عمل يهودي يقوم به أذناب أذناب اليهود فيقتلوننا في بيوتنا ويهدمون البيوت وفوق رؤوسنا فهذه من آيات ربنا أن يهجم العالم ويقطع العالم الإسلامي فبدأ بالاستعمار السابق الذي يسمونه استعمار وسميه استعباد فاقتطعت فرنسا جزء واختطعت انجلترا جزء واختطعت كذا فقسموا العالم الإسلامي ونهجوه يوشك أن تداع عليكم الأمم كما تداع الأكلة إلى قصعتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل يعني مثل زبد السيل ما لقيم يا فقاعات ولينزي عننا الله المهابة من صدور عديوكم إلى آخره هذا أيضا من علامات الساعة البعيدة فتح القسطنطينية وقد فتحها السلطان محمد الفاتح رحمه الله ورضي عنه أيضا هذا من أشراط الساعة البعيدة أما أشراط الساعة القريبة يوم تأتي بعض أشراط الساعة القريبة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنة من قبل أشراط الساعة القريبة أهمها شروق الشمس من مغربها نحن نعلم أن الشمس تشرك من الشرق وتغرب في الغرب يأتي يوم فتشرق الشمس من الغرب وتمشي إلى جهة الشرق عندئذ كل من في الأرض يعلمون أن ما أخبر به محمد وما أخبر به القرآن هو حق فيؤمنون ولكن لا يقبل الإيمان في تلك اللحظة لأن هذا إيمان قسري يعني آمنوا لأن الله سبحانه وتعالى أراهم سلطته وأنه هو الذي يتصرف في الشمس فعكس سيرها والعالم يدرك علماء الفلك أن المجموعة الشمسية تسير بشكل حلزوني إلى نقطة معينة ثم تقف لتعود بشكل معاكس إذن عندما يحصل هذه العلامة وهذه الشرط من أشراط الساعة لعلامة من العلامات الساعة القريبة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل هذه إذن العلامات الكبرى من العلامات الكبرى ظهور الدجال من العلامات الكبرى ظهور الدابة التي تختم على كل إنسان في جبينه كافر أو مؤمن كفر يقرأها الأم والعالم والذي يقرأ في تلك اللحظة من ختم على جبينه أنه كفر كافر لا يقبل إيمانه لأنه يعلم أن الله حق وما أخبر به الله حق فهذا إيمان قصري لا يقبل يوم يأتي بعض آيات ربك يومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا يعني كان عاصل الله عندما شاهل الشمس خرجت من الغرب واتجهت إلى الشر تاب وأناب إلى الله لا تقبل هذه التوبة لأنه لم يتب خوفا من الله واستعدادا للحساب إنما تاب لأنه رأى بنفسه أن القيامة سدق أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إن منتظرون قل يا محمد صلى الله عليه وسلم ويا من آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم ودعوت بدعوته قل للكفار انتظروا هذه الأمور الثلاثة وأخروا إيمانكم كما تشاءون ولا تؤمنوا ولكن عندما تأتي هذه الأشراط الثلاثة أو بعض آيات ربك لا يمكن أن تقبل توبتكم ولا يقبل إيمانكم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أي كانوا اجتمعين على التوحيد أي على طاعة الله وحده ثم تفرقوا هذا له إله كذا وهذا له إله كذا هذا يعبد البقر وهذا يعبد الكوكب وهذا يعبد فرعون من البشر بشار وغيره هذا يعبد هذا يعبد فرقوا دينهم وكانوا شيعا أي فرقا فرق تتبع هذا الطاغي وفرق تتبع هذا المجرم وفرق تتبع هذا الطاغوت لست منهم في شيء لست منهم يا محمد ويا من تبع محمد صلى الله عليه وسلم في شيء أنت لست مسؤولا عنهم إنما أمرهم إلى الله أي حكمهم إلى الله تعالى وأمرهم راجع إليه وهو سبحانه وتعالى سيبطل كيدهم في الدنيا ويمحقهم في الدنيا قبل الآخرة ثم ينبئهم أي في الآخرة بما كانوا يفعلون أي يخبرهم بأعمالهم في الدنيا وأنه سبحانه وتعالى سيعاقب المسيئة بإساءته والمحسنة بإحسانه ولذلك جاءت الآية الأخيرة في هذا النص قوله تعالى من جاء بالحسنة أي الأعمال الصالحة فله عشر أمثالها أي له عشر حسنات أمثال هذه الحسنة التي فعلها وهذا من فضل الله وكرمه ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون لا يظلمون مثقال ذرة لا يزيد الله في سيئات العباد إنما يحاسمهم على سيئاتهم ولا يزيد عليها وهو سبحانه وتعالى الحكم العدل ويجزي كل نفس بما تستحق والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر